اهلا يا بنات انا شيكو نهاردة ان شاء الله هعمل لكم كريم شانتيه حلو جدا بدون ما نستخدم جيلاتين وبدون كمان ما نستخدم لبن طريقة حلوة قوي وجميلة وكريم شانتيه جميل وصحي ولذيذ وهتحبوه قوي ينفع طبعا في زواء التورت المكونات يا بنات عبارة عن بياط بطين البياط بس صفار لقى طبعا وكيس فانيليا واحد وكوباية بس من السكر البودرة هنشوف ازاي المكونات دي هنضربها مع بعض عشان تكون لنا الكريم شانتيه الجميل بتاعنا بوسا بنات اهم حاجة في الوصفة دي المضرب الكهرباء وتضربيه كويس جدا هتاخذي تقريبا حوالي 5 دقيق بالمضرب الكهرباء على السرعة العالية وبعد كده تبدأي تتزيفي السكر شوية بشوية هتحس ان القوام بدأ يتقل معاكي برضو كملي ضرب بالمضرب الكهرباء هياخد تقريبا حوالي من 10 ل 12 دقيقة يعني من بدايته لحد النهاية نكمل بقية السكر ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير علشان يوصل لبنات كتير بوس يا بنات كل ما نضرب كل ما لون بقى ابيض ناصع حلو وقوم كمان بيتقل معينا دي قناة يا بنات الجديدة قناة مطبخ شيكو هتعجبكو جدا فيها وصفات للأكل وفيها كمان للتجميل هتعجبكو قوي يعنيت كمان تشتركوا فيها وتدعموني قناة لسه جديدة هسيبلك برضو اللينك بتاع قناة جديدة في صندوق الوصف انا لسه بكمل ضرب وهتلاقي كمان اللينك الفيسبوك بتاعي منزلة فيه كل الوصفات مجانا تقدروا تفرجوا على الوصفة اللي تعجبكو بالنسبة للتجميل بوس يا بنات ده بيبقى شكل الكريم شنطي بس لسه ده مش النهائي انتي بتحطيه قبل الاستخدام في الفريزر لمدة ساعة كاملة علشان القوام يتقل معاكي ويكون متماسك وتقدري تزوائي به الترطة وبالفة هنا وشفة ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك شكرا ليكم مستنية تعليقاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم